أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ننطيكم ملاحظات مهمة حول طريقة الأصبع السحرية لصيانة مصابيح الليد وشمعات الليد مثل ما تشوفون صيانة شمعات الليد ومصابيح الليد باستخدام طريقة الأصبع السحرية والملاحظات والتعليقات التي جاءت من بعض المتابعين أخواني بالنسبة طريقة الأصبع السحرية هي شنو عبارة عن جيب هولدر هولدر عادي تربط بواير تقريبا 30 سنتيم وكذلك تحتاج مصباح سيريز اللي ما يعرفه يسوي مصباح السيريز يراجع فيديوهاتي يوجد أكثر من فيديو تعليمي لصناعة مصباح السيريز وهاي قراصات مع المصباح السيريز تلروبوت بالهولدر اللي نفحص عليه للمصابيح العاطلة لذنى مصابيح عاطلة مختلفة الأحجام مثل ما ديشوفوا في المفتوحة هذا وهذا 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 أيضا مختلف صغير أصغر بعض نفتحه نفتح الطباغ نخليه هنا هسه الطريقة مختصر مفيد قلنا نربط السيريز مصباح السيريز هسه ما اشتغل ونربط المصباح مختصر الطريقة إنه تخلي أصبعك على أي لد أي لد تخلي أصبعك شوف ما اشتغل هذي ما اشتغل المصباح شوكت يشتغل مصباح عندما أصبعك تضاع على اللد العاطل أنت ما تعرف ياهو اللد العاطل فش سوي تضل تفتر وإصبعك على اللدات هسه هذان اللدات إذا ما توهج المصباح يعني هذان اللدات سليمة هسه هذان اللدات كلهم سليمة لأن من خلي أصبعي ما توهج بقد ذن الستة أول واحد ما اشتغل سليم 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 شوفوا هذا اعتقد محروق لأن بي نقطة سودة ها خلي أصبعي عليه شوفوا اشتغلت جميع اللدات قلنا قلنا اللدات سليمة ليش سليمة لأن من توهج المصباح عندما تضع أصبعك على لد المحروق سوف تتوهج جميع اللدات وأي لد ما يتوهج اعتبر عاطر يتبدله فها هي الطريقة الشغلة الثانية بعض الأخوان المتابعين يقولون هاي الشغلة خطرة وتأدي إلى الصعقة الكهربائية وشغلتك تعبانة اخواني هاي الشغلة ما تنتل ليش ما تنتل احنا رابطين سيريز اي شورت اي شي لح يشتعل المصباح الشغلة الثانية احنا دنضع أصبعنا على 12 فولت يعني دنضع أصبعي بين أطراف اللد اللد هذا 12 فولت دي سي يعني كأنما أصبعك على باتري ما اليو بي اس او على باتري ما السيارة تنتل ملح تنتل ولهذا هاي الليد كل لد 12 فولت كل لد اصبعك علي 12 فولت شون تنتل 12 فولت دي سي شوفوا الليد العاطر يشتغل شون عني النتل ليد هاي خال رجلي بلقاع هاي مو رجلي خالها بس شنو الأفضل تعزل نفسك يعني من تشتغل من تشتغل بهذا المجال يعني مجال الكهرباء مو بس بهاي شرط الصيانة يعني اي صيانة مجال الكهرباء يجب ان تلبس حذاء او نعان لاستيك تكرم وتعزل نفسك الميز ما تلك يكون اما بلاستيك او خشب لتتسوي صيانة على ميز حديد او الامنيوم هاي بصورة عامة دا احتيلكم مو على هاي الشغلة فهاي التلات تريد تتقي نفسك من النتلة وتو مصلح اعزل نفسك البس حذاء او نعان لاستيك واقد على ميز وعلى كرسي بلاستيك او ميز خشب وانتهت الشغلة واستعمل السيريز حتى ما يصير عندك شورت اه يا بعد ما تنتل اذا تنتل اذا ميتين وعشرين عما هنانا هاي اذا ميتين وعشرين ما تنتل عما هنانا سوان اكون ميتين وعشرين هذاني كل انا اثناعج فولت كل اثناعج فولت شوف اخواني اثناعج فولت شان اني تلت هساني مو اصبعي هاذا ومش طل الليد ورجلي بلقاع هاي رجلي هذا مو اصبعي شان اني تلت مو دا تكلم مياتكماني حاليا فيا اخوان لاحد يحجب كيفه وينتقد طريقة ناجحة 100% وسهلة جدا ومبسيطة لصيانة ومعرفة اللدات العاطلة في مصابيح وشمعات الليد هسا بعد ما عرفنا طريقة صيانة مصباح الليد نجي عليه شمعات الليد نربط السيريز بشمعة الليد نربطها بشمعة الليد طريقة فحص شمعات الليد ايضا نفس الطريقة بس تضع اصبعك على دخول شريط الليدات هاذا شريط الليدات الاول ايتي ما تشوفون الى النهاية وهذا شريط الليدات الثاني تضع اصبعك ما بين الدخول يعني اهنا هانا بس مد تشوفون او اهنا هاي الوايرات بداية الدخول الكهربال الليدات هسا حنالا عيدنا على بداية الدخول بس مد تشوفون نشوف شكمل شوف اول واحد عاطل هذا عاطل هاي سين عاطلة شوف رأسا يبين هذا اني اربعة عاطلة البقية شوف البقية كلها شغالة ان شاء الله شغالة واضحة هذا اني اربعة عاطلة وهذا خامس وهذا السادس فشنو النتل تاني ما النتلت النتلت هنخليدي على الكارت ما النتلت ما تقول عازل نفسي ما النتل فهاي اخواني الطريقة اللي بعض الاخوان تقدوني بيها يقلوا لي طريقة خطرة وتنتل وما شابه ذلك فالطريقة ناجحة وليس خطرة وليس التنتل وماكو يشحة شي ما طولة مستغنم مصباح السيريز ماكو اي خطر عليك ما طول مستغنم مصباح السيريز ماكو اي خطر عليك ارجعوا الفيديوهاتي اكتب طريقة عمل مصباح السيريز لللي يسئلوني يقول لستاذ شنو مصباح السيريز وشون نفحص بي ومضح لكم عدة فيديوهات اكثر من ثلاث فيديوهات طريقة عمل مصباح السيريز لفحص الاجهزة الكهربائية فارجع علي وسوي هذا المصباح وارجع افحص بي المعرفة اللدات العاطلة وهذا مصباح السيريز يفيدك بكل شي مو بس بهاي الشغلة باي جهاز ريتفحص اي جهاز كهربائي اللكتروني لازم عندك مصباح سيريز بالبيت بالورشة حتى تقوم بصيانة الاجهزة والتمرتاح وراسك بارد فاخواني هيا هاي الطريقة ما بها اي مشكلة واني نجربها وناجحة وسهلة وبسيطة واسهل من الطريقة اللي تجيب محولة ما نوكيا او باتري وتبدي تفحص لد لد والشغلة تطول وتعمي عينك ويعني كلش مزعجة فهاي رأسا طريقة سريعة هاي يعني مجرد هالشكل تخلي اصبعك رأسا تكشف لك اللدات العاطلة شوف مجرد وضع اصبعي شوف اول واحد عاطل تشفتلي لدات العاطلة هذا عاطل فلاسا تكشف لك العاطلة تأشرها بقلم هذا ذني عربع عاطلة تأشرها بقلم وتبدلها لح يشتغلن وكان الله يحب المحسنين فهاي طريقة لا تقارن بالطرق الاخرى هاي الطريقة لا تقارن بالطرق الاخرى سهلة وسريعة وبسيطة وما تنتل فيا اخوان لا تنسى لاعك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته